بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل التلحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائما للإفتاح في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ ونقول له أهلا ومرحبا مع الإخوة والأخوات السلام عليكم الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دائما نذكر الإخوة والأخوات برسائلهم والتي نعرضها على سماحة العلامة الشيخ صالح ونقول لكم شكرا على تواصلكم ورسالكم الرسائل النصية لسماحته هذا سائل يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين في هذه الآية الكريمة يخبر تعالى عن مصير الذين آمنوا بالله ورسوله وحققوا التوحيد لله عز وجل فأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له وكفروا بكل ما سواه من آلهة المشركين يخبر تعالى عن مصيرهم قالوا ربنا الله أي لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه ثم استقاموا هذا هو معنى هذا هو معنى التحقيق التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له قالوا ربنا الله لا نعبد أحدا سواه ثم استقاموا على هذه الكلمة وعملوا بها فلا يكفي القول بدون عمل ولا يكفي العمل بدون إخلاص لله عز وجل ثم أخبر أنهم عند الموت تتنزل عليهم ملائكة الرحمة ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة لقبض أرواحهم وتبشيرهم بما هم قادمون عليه ألا تخافوا من مستقبلكم فأنتم في ضيافة الله سبحانه وتعالى ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم من أولادكم وأقاربكم فسنخلفكم فيه ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشرتهم بمصيرهم وضيافتهم عند الله سبحانه وتعالى حين قدومهم عليه أن منزلهم في الجنة وأن نزلهم في الجنة التي كنتم توعدون في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي صدقتم بها وآمنتم بها وعملتم لها فهذا أوان حصادي ما قدمتم من أعمالكم وصدقكم في القول والعمل أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نتولى شؤونكم ونكون معكم ونؤنسكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ضيافة النزل هو هو الضيافة فضيافتهم الجنة حين يقدمون على الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم له فقرة أخرى يقول نحن نسعد الحقيقة بإجابات الشيخ حفظه الله والجميع يستمعوا إليه وإلى توجيهه فجزاه الله عنا كل خير يقول يا شيخ كيف يكون الأنس بالله وما مراد ذلك يكون الأنس بالله عز وجل بالطمانينة بالطمانينة لطاعة الله سبحانه وتعالى ولذة مناجاته والاستعناس بذكره سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ النفوس المطمئنة هل تكون في الحياة الدنيا وفي الآقرة وما مراد ذلك ذكر الله سبحانه في كتابه أن النفوس ثلاثة نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء فالنفس المطمئنة هذه الثابتة على طاعة الله عز وجل والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها إذا أساء أو أذنب فإنها تلومه حتى يتوب إلى الله عز وجل النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الثالثة الأمارة بالسوء والعياذ بالله هذه نفس خبيثة لا تأمر إلا بالسوء بالشرك بالذنوب والمعاصي سوء الظنب الله عز وجل نعم من أسئلة الأخ أبو عادل يقول أرجو أن يحدثني الشيخ أن أعظم المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات الباقية والمستمرة القرآن العظيم هو أعظم المعجزات التي تبقى إلى نهاية الدنيا قائمة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ثبوت دينه وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالقرآن القرآن العظيم هو أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة الباقية نعم أحد الأخوة أرسل بسؤال يقول فيه فضيلة الشيخ سأذهب إن شاء الله قريبا إلى دورة في الخارج لمدة سنتين وسوف أقصر وأجمع الصلوات بفتوى قرأتها فأرجو من الشيخ الإجابة على ذلك هذه الفتوى خطأ يا أخي لا تجمع ولا تقصر لأنك إن قطع سفرك بالإقامة الطويلة للدراسة فأتم الصلاة وصل كل صلاة في وقتها كما كنت عند أهلك وبلدك لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حديث الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي نعم الحديث صحيح من مات وعليه صيام يعني واجب صيام من رمضان صيام كفارة صيام نذر صيام واجب فإنه يصوم عنه وليه نعم حديث يا شيخ وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما المراد فيه يا شيخ المراد به أنه كل ما صلى صلاة انتظر الصلاة القادمة عزم على أن يؤديها فهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة نعم من صلاة إلى صلاة نعم هل للمسلم يا شيخ أن يصلي بالوضوء أكثر من فرض لا بأس بذلك ما دام لم ينتقل إنه يصلي فيه لكن الأفضل أن يجدده أن يجدده أن يجدده للصلاة الأخرى نعم يقول فضيلة الشيخ لدي مجموعة من الأبناء والبنات ولدينا مزرعة ونذهب للسكنة فيها في رمضان فنصلي التراويح جميعا الأبناء والبنات وأنا إمامهم مع أن هناك مسجد قريب يا شيخ من المزرعة لا الأفضل تصلون في المسجد الأفضل أن تصلوا في المسجد مع المسلمين هذا أفضل لكم لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاة له إلا من عذر قيل وما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض فما دمتم تسمعون النداء في مسجد قريب منكم يجب أن تجيبوا النداء وتذهبوا إلى المسجد نعم ورد حديث يا شيخ لا تدعو على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم نعم ورد هذا لأن لا يصادف هذا وقت إجابة نعم فضيلة الشيخ يقول دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا أصل لهذا هذا على الألسنة وهو لا أصل له ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاله نعم نذكر السادة لإخوة والأخوات بتلفون البرنامج للرسائل النصية والتي ستظهر على الشاشة قريبا لمن أراد إرسال الرسائل دائما نذكر أيضا بأن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة كي نتمكن من عرض هذه الأسئلة على سماحة الوالد لأن كثيرا من الإخوة والأخوات يرسل رسائل طويلة لا نستطيع أن نقرأ هذه الرسائل في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق فضيلة الشيخ ما أفضل شيء يدعو به المسلم في حياته وأيضا الدعاء بحسن العفو والعافية نعم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يدعو الله بها الواردة في الكتاب والسنة أو الدعاء بما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة ولا يدعو بدعاء مبتدع أو دعاء فيه شرك يحذر من هذا نعم فضيلة الشيخ في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق هذا عند الاحتضار عند نزول الموت بالإنسان فإنها حينئذ لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحرقوم فإنها لا تقبل التوبة في هذه الحالة على المسلم أن يتوب إلى الله قبل أن يحل به الموت نعم يقول في الآية الكريمة في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت هذا عند قيام الساعة تكور الشمس يعني تلف تلف وتلقى في النار إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت زال ضوءها ونورها هذا عند قيام الساعة وعند نهاية الدنيا أخيرا يقول في الآية وهم في الغروفات آمنون ما المراد بها؟ الغروفات الجنة في الغروفات الجنة آمنون مما يخاف منه الناس نعم الأخ أبو عدنان يقول هل نزل القرآن مفرقا أو منجما وما معنى منجما شيخ؟ نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع والنوازل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ليسهل العمل به قال تعالى ورتلناه ترتيلا يعني ترتيلا في النزول فلم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا بحسب الوقائع وحسب الحاجة وللتيسير على الناس في ذلك نعم هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول لدي مجموعة من المصاحف وفي مكتبتي وهي قديمة وبعضها ممزق ماذا أعمل بها يا شيخ؟ ضعها في مسجد من المساجد ضعها في مسجد من المساجد وإذا كان لا ينتفع بها متمزقا ولا ينتفع بها فحرقها نعم حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له وما شروط التوبة؟ نعم التائب من الذنب يمحو الله ذنوبه فيصبح كمن لا ذنب له أصلا وشروط التوبة ثلاثة الأول الإقلاع عن الذنب يترك الذنب أما من يستغفر يتوب وهو مقيم على الذنب هذا لا يقبل منه توبة الإقلاع عن الذنب هذا واحد الثاني العجم أن لا يعود إليه إن كان يتوب توبة موقته وفي نيته أنه يرجع إلى الذنب لم يقبل لم تقبل توبته والثالث الندم على ما فات وحصل منه يتندم على ذلك ليدل هذا على صحة توبته وبغضه للذنب هذه شروط التوبة وإذا كانت بينه وبين مخلوق بأن أخذ حقه أو ظلمه فهناك شرط رابع وهو أن يرد المظلمة والحق إلى صاحبه وأن يطلب منه المسامحة نعم بارك الله فيكم في أبواب البيوع يا شيخ في ورد حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أشرح لي ذلك نعم هذا خيار المجلس إذا تبايع وهم في مجلس وهم في مجلس واحد فإنه فإنه لا يلزم البيع إلا إذا تفرق من هذا المجلس هذا يسمونه خيار المجلس نعم الأخ أبو صالح يقول أرجو من الشيخ التوجيه وهو سبب الخلافات الزوجية في وقتنا الحاضر وما حكم هجر المرأة إذا كانت عندها سوء في الطباء والتعامل نعم قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن الأول الموعظة تذكيرها بالله فاعظوهن والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن نعم وهجروهن وهجروهن في المضاجع يعني في المنام لا تلتفت إليها ولها ظهرك حتى تعلم أنك غاضب عليها فتعتذر وهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا في النهاية إذا لم ترجع ولم تستمر على طاعة زوجها أو ترجع إلى طاعة زوجها فإنه يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشق جلدا بإنما بقدر ما يؤلمها نعم بارك الله فيك الشيخ صالح هذا يسأل عن الاحتباء يوم الجمعة وما حكمه مكروه احتباء يوم الجمعة مكروه على المسلم أن يجلس جلسة سوية لأنه في انتظار الصلاة نعم أيضا له فقرة أخرى يقول أشكل علي وأنا أقرأ في الحديث ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولماذا يشيخ خصص في الحصى المراد به الأرض ما هو المراد به خصوص الحصى المراد به الأرض الذي يخطط في الأرض وينشغل بالعبث ولا يستمع للخطبة لغى أجره يعني ليس له ثواب ولا أجر نعم أيضا مثل منديل وما شابه ذلك الحاجة لا بس عند الحاجة لا بس أما من غير حاجة فلا يعبث بشيء وإنما يقبل على استماع الخطبة نعم ما زلنا مع أسئلتكم واستفساراتكم التي بعتتم بها لسماحة العلمة الشيخ صالح الفوزان وهو يجيب على هذه الأسئلة والاستفسارات الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب إذا لم يتيسر لصديق يسافر معي يا شيخ اليوم الحمد لله بالسيارات والطائرات ما أنا سفر اليوم إلا على وسائل النقل المعروفة وفيها ناس فيها جماعة وكاب نعم الشيخ صالح إبارة حقوق الطبع محفوظة نعم يعني لا يطبعه أحد لا يعيد طباعته أحد إلا بإذنهم وسماحهم بذلك لأن هذا من حقوقهم نعم والأخت السائلة تسأل وتقول قرأت عن الطلاق البدعي والطلاق السني فحدثوني عن ذلك الطلاق البدعي يكون بدعيا في العدد لأن يطلق ثلاثا بلفظة واحدة هذا بدعي في العدد وطلاق بدعي في الوقت بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهذا بدعي نعم يعني غير مشروع بارك الله فيكم يقول شيخ شكر النعم في وقتنا الحاضر تستوجب منا أن نكثر من هذه الشكر كيف يكون شكر النعم التي يرفل بها المسلم أركان الشكر ثلاثة الاعتراف بها باطنا بأن تعترف أنها من الله لا من غيره ولا بحولك وقوتك والتحدث بها ظاهرا تحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث والاعتراف بها باطنا يعني في القلب فتعتقد أنها من الله لا من غيره ولا بحولك ولا بقوتك وإنما هي بفضل الله والثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا تصرفها في معصية لا تصرف الذي رزقك الله في معصية من معاصي الله عز وجل وإنما تصرفه في ما أباح الله عز وجل نعم هل ورد هذا الحديث من لا يشكر الله لا يشكر الناس نعم من لا يشكر الناس نعم لا يشكر الله نعم نعم بارك الله فيكم يتردد على ألسنة العامة يا شيخ العلم في الصغر كالنقش في الحجر صحيح الشاب والطفل أكثر حفظا وأثبت حفظا من الكبير كبير ينسى حفظه خلافه الصغير فإنه ينتقش في ذاكرته ولذلك يجب العناية بتعليم الأطفال في صغرهم وتحفيظهم القرآن وتحفيظهم الأحاديث الصحيحة فضيلة الشيخ أيضا في حديث لكم أصحاب ما سرتم واديا أو سرتم طريقا إلا حبسهم العذر هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن قوما بالمدينة وهو في سفر الجهاد في سبيل الله ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم يعني في النية والقصد حبسهم العذر عن الخروج معكم ولذلك يأجرهم الله على نياتهم حديث شيخ المؤذنون أطولوا أعناقا يوم القيامة وما فضل الأذان نعم الأذان فيه فضل عظيم هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة أذان باب تشريفهم وتكريمهم وتمييزهم على الناس ولهذا يقول عمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو لا الخلافة لأذنت نعم في الآية الكريمة يا شيخ إن الشركة لظلم عظيم اشرحوا لي هذه الآية يا شيخ إن الشركة بالله عز وجل لظلم عظيم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها لأن العبادة حق لله وحده نعم يقول ما الفرق يا شيخ صالح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الفرق واضح الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخبط العمل والشرك الأصغر لا يخرج من الملة وإنما ينقص التوحيد ولا يبطل العمل الآخر من أعمال العبد نعم قرأت الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا هو القرآن فيه ذكركم يعني شرفكم قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فالقرآن شرف لنا لنزل بلغتنا ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصنا الله به وهو أفضل الكتب نعم الآية الثانية التي يسأل عنها السائل الشيخ ورحمتي وسعت كل شيء نعم عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء هناك رحمة واسعة عمت الخليقة حتى الدواب حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها رحمة به فهي رحمة أنزلها الله على العباد يتراحمون بها وتسع تسعين رحمة عنده سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول حديث أتدرون من المفلس ماذا يستفاد من هذا الحديث يستفاد منه فائدة عظيمة أن المفلس الذي خسر ماله من يأتي بحسنات أمثال الجبال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يأخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار نعم بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت البرنامج شيخ الأخ أبو عبد الله يقول أرجو من الشيخ صالح أن يحدثنا عن صحيح مسلم صحيح مسلم بعد واصح كتاب في السنة هو أصح كتاب بعد صحيح البخاري بعد صحيح البخاري أولا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم رحمه الله ومسلم تلميذ للبخاري نعم يقول أرجو أن تشرحوا الآية الكريمة الحديث الشريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم يعني كامل الإسلام كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه فلم يسب أحدا ولم يغتب وينم أحدا أو يشتم أحدا سلم المسلمون من لسانه فلا يقول إلا خيرا وسلم من يده فلا يقتل ولا يضرب بغير حق نعم بارك الله فيكم لأخ أبو عماري شيخ يقول بالنسبة للإمام النووي رحمه الله حدثون عنه وعن أشهر الكتب التي ألفها وهل ألف في جميع الأصناف النووي رحمه الله إمام جليل من علماء الحديث وشرح كتب شرح صحيح مسلم شرح صحيح الإمام مسلم وله كتب في السنة مثل الرياض الصالحين الذي بأيدي الناس اليوم الأربعين النووية التي بأيدي الناس اليوم نعم له فقر أخرى أبو عماري يقول يا شيخ كيف كان نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي من الله فيلقيه عليه ويحفظه من جبريل يحفظه من جبريل ويبلغه للناس نعم هل ورد يا شيخ هذا الحديث السفر قطعة من العذاب نعم هو قطعة من العذاب يعني من التعب لا شك أن السفر فيه تعب وفيه فراق للأهل وفراق للبلد نعم ورد سؤال من أحد الإخوة عن شروط لا إله إلا الله ما هي أبرز هذه الشروط لكلمة التوحيد عشرة نظمها النظم بقول علم يقيم وإخلاص والصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها نعم هذا سائل يقول شيء قصيدة البردة ومن هو قائلها قصيدة البردة قصيدة شركية لأنه يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيد فضلا وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن شفى الغلو والعياذ بالله ومن علومك علم اللوح والقلم هذا غلو والعياذ بالله وجعل الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل اللوح والقلم من علم الرسول بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم هل غلو وباطل والعياذ بالله نعم الشيخ صالح أفضل الصدقات ما كان عن ظهر غنى نعم لأنه لأنه لا يحتاج إليه تصدق بشيء لا يحتاج إليه وأما إذا تصدق بشيء يحتاج إليه فقد يضيق على نفسه بذلك نعم الأخت السائلة تقول كثيرا ما أرى رؤى سواء لوالدي أو والدة المتوفى فهل يؤخذ بالرؤى إذا طلبت مني أمي أن أضع ما سبيل أو أن أتصدق على أخواتي الرؤية التي فيها خير فإنها يعمل بها وما الرؤية التي فيها سوء أو فيها هذه تترك ولا تضر صاحبها بإذن الله نعم دائما نذكر أنا وزميلي الشيخ خالد أرميح في هذا المنبر وفي هذا البرنامج بجهود رجال أمننا البواسل الذين يحمون هذه البلاد على الحدود سواء في الداخل والخارج لهم منا الدعوات الخالصات ونقول لكم جزاكم الله خيرا ورفع ذكركم في الدارين وحماكم الله سماحة والدنا الشيخ صالح أيضا له كلمة لهم في هذا المنبر نعم ندعو الله لهم بالثبات ندعو الله لهم بإخلاص النية ندعو الله لهم بالصبر والاحتساب فإنهم على ثغور المسلمين ويواجهون الأعداء فهم وقد جاء في الحديث عينان لا تمسهم النار عين عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فهم يحرسون في سبيل الله وهذا من الرباط هذا من الرباط في سبيل الله عز وجل نعم شكر الله لكم سمحت العلام الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوتي والأخوات في هذا برنامج الطيب المبارك أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين والمعدين كما أشكر الزملاء في الإدارة الدينية الذين رتبوا هذا اللقاء لكم تحية من مخرج هذه الحلقة سلطان الأعتيبي الذي يخرج هذه الحلقة الطيب المباركة يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر